لا جديد يحكى ولا قديم يعاد حالة كبيرة من البؤس والحزن على حال منتخبنا حال كل مشجع الكوري منتخب مصر ممكن يخسر زي أي منتخب أو فريق بس علشان هو اسمه منتخب مصر ما ينفعش يكون ده حاله خسارة ودية صحيحة أمام المنتخب الكوري بس خسارة مهينة مهينة لكل واحد شغال في الكورة مهينة لكل اللاعبين والجهاز الفني هزيمة كلها عار على كل عضو في اتحاد الكورة اللي مش طبيعي ولا منطقي يكونوا في أماكنهم لحد دلوقتي وأنا بقولي الكلام ده علشان الخطأ جاسين خطأ في اسم منتخب مصر اللي مش عارفين إمته ولا مكانته عار حي يعني اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة كما كان متوقعا خسارة كبيرة خسارة مهينة لمنتخب مصر اليوم قدام كوريا الجنوبية أربعة واحد خسارة مهينة عشان منتخب مصر لا يستحق ده خسارة مهينة عشان واحنا رايحين ومسافرين بنقول جهاز فني ماشي ولعبين ماشيين ولعبين هيتسرحوا وصعد مش عارف مين والمدرب مش عارف شخصته عامل ازاي وحاله عامل ازاي فدي النتيجة مين بقى اللي خسر في كل اللي تعامل الكاميوم اللي فاته دول منتخب مصر منتخب مين مصر مين بقى يتحمل المسئولية كل واحد عارف نفسه كل واحد على راسه بطحة والبطحة على راس كل واحد في اتحاد الكورة من اول ما اخترتك كابتن اهاب جلال مدير فني بقت بطحة وخطأ كبير لما تعاملت مع الخسارة الاخيرة امام المنتخب الاسيوبي بطريقة مزكية وانت عندك مواجهة مهمة قدام كوريا الجنوبية مواجهة مهمة حتى لو ودي يا حبيبي يا سيد ده لكل واحد في اتحاد الكورة للكابتن اهاب جلال وجهازه الفني لكل اللاعبين حضرتك بتلعب باسم منتخب مصر ايه يا جماعة الاستفزاز ده ايه يا جماعة قلة التقدير لقيمة منتخب مصر ده ازاي يعني ازاي الحال بتاعنا في الكورة المصرية اللي عايشين بيه في الدوري واللغبطة والتصريحات والعشوائية والاخطاء الجسيمة نعملها مع منتخب مصر طب احنا هنا وبيننا وبين بعض بنمشي امورنا انت تزعلني شوية انا زعلك شوية ده يعترض على تحكيم شوية ده يعترض على مطش شوية اسمها منا فينا منا فينا لكن منتخب مصر دي سمعة سمعت منتخب كبير في الكارة لما يلعب قدام منتخب زي منتخب كوريا الجنوبية حتى لو منتخب محترم واصل لكاس العالم بس لأ انت لم تلعب مع المنتخبات دي انت منتخب مصر تكسب بلاش تكسب تعادل بلاش تتعادل اخسر بس بأداء محترم اخسر بس بأداء مشرف احنا متعودين على كلمة أداء مشرف دي حتى دي ما بقتش بتاعتنا حتى دي ما بقتش بتاعتنا احنا كنا بنقول يا جماعة يعني اخسر مشرفة لا عيب بأ وبصراحة شديدة انا تصورت بعد المباراة بساعتين هلا اتحاد القرى بيقول احنا مستقلين يا عم لا خليك قاعد لا احنا مستقلين يا سيدي خليك والله معنا شوية لا احنا مستقلين والله انت كويس ومحترم وجميل لا لا انا مستحيل اعمل كده انا غلطت فانا لازم امشي يا سيدي دي غلط بسيط لا الغطأ الخطأ جسيم اعمل حتى لقطة اعمل حتى حركة اعمل حتى حركة طب بص الحركة دي اضحك علي اركب الترند اضحك علي من باب حتى اللي انت اتكسفت النهاردة او زعلت زي زعلنا كلنا هتقول انت مش مسؤول لا انت مسؤول جدا واسمك مسؤول انت اللي مسؤول عن الكرة في مصر فاللي مسؤول عن الكرة في مصر او اي مسؤول لما يبقى عنده حاجة بيغلط فيها يعتذر ويقول سلام عليكم انا ما نجحتش هتقول لي احنا لسه الفترة بتاعتنا قليلة ما عدناش كتير هقول لك ما انت اللي طلعت وقلت انك تسرعت في تعيين الجهاز الفن طيب بلاش يا سيدي وحضرتك لو احنا جينا دلوقتي نسأل اتحاد الكورة حضرتك ايه كان خطتك للمنتخب مع الكابتن اعاب جلال طب ايه الخطة اللي قدمها لك الكابتن اعاب جلال طب ايه الخطة اللي انت عرضتها على الكابتن اعاب جلال فاخترتها على اساسها الكابتن اعاب جلال عشان ينفذها فين الكلام ده فين يا جماعة ده احنا نفق الفين اتنين وعشرين ما ينفعش الكلام اللي هو ايه هات اجنبي لا بلاش اجنبي طبعات مصري طب حادي بادي حادي بادي كلام ده ما ينفعش ما ينفعش عشان ده منتخب بيلعب باسم بلد مش فريق مش خطأ في نادي والسلام كده ويعدي ويغرير له تلات اربع خمس مدربين في الموسم ويكسب يخسر احبتعدي مرة اخرى احنا فستينا في بعضينا لكن منتخب مصر ما ينفعش اللي حصل من لحظة ما مشي كلس كيروش الموديل الفني السابق لمنتخب مصر وهذا الاتحاد اتحاد غير جيد مع انتقاء الالفاظ الجيدة اتحاد غير جيد اتحاد مش عارف مش فاهم مدرب ادر ببساطة شديدة وانا النهاردة هتكلم بصراحة بقى بصراحة بقى فرصة عشان احنا ابتداء ان نحط رجلنا على الارض شوية ونفهم احنا واقفين فين احنا ما عندناش لعبين بكواليتي جبير بجودة كبيرة في مصر دلوقتي ما عندناش خالص بس محمد صلاح بس هتقول لي يا كريم ايش الظلم ده وفلان 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 يا سدنا افهم كل اللاعبين اللي انت بتحبهم في فريقك انت بتحبهم عشان هما في الكرة عندنا بيعملوا شغل كويس على فترات طبعا ما عندناش احنا لقى ما شاء الله عنده مستوى ثابت بس على فترات فاته بتحبه جاب لك جنف الفريق الخصم عمل دابل كيك ما فيش حد دابل كيك ده ما بتابلش عندنا ببس عمل لقطة حلوة عمل كبرى لطيف كتب تويتة حلوة فبتقول الله عليه ده بيعرف يعمل قصف جباهاته لطيف وبتاع ضد الخصم هي دي هي دي انكم هي عندنا لعيب عندنا ملوش كويمة فنية كبيرة يعني ما عندوش مهارات فنية كبيرة ياخدوا 20-30 مليون جنيه في السنة فتقول عليه عشان كده لعيب كبير مع كل ده كان عندنا مدرب عارف يتعامل مع هذا الوضع عارف يقربنا من المستويات الحقيقية في القرى الأفريقية أو حتى في العالم عارف يقربنا احنا طلبنا من كالوس كيروش لكسب المغرب وكسب كوديبوار وكسب الكاميرون وناطح السنغال قلنا له لا لا انت مش حلو انت ما بتلعبش كورة حلوة فين التيكي تاكا منتخب ده ده احنا عندنا فلان مش عايزة اقول أسماء عندنا فلان فلان ده انت ما تعرفش ده عنده خمسة مليون فولورز على انستجرام ده ده نجم النجوم ده احنا عندنا اللاعب دوت لما بيكتب بوست على فيسبوك انت ما تعرفش بياخد كام شير احنا عملين نضحك على نفسنا بقالنا سنين لا عندنا مشكلة كبيرة عندنا مشكلة في اللاعبين كبيرة لا اهاب جلال ولا غيره احنا لما قلنا قال لوس كيروش او مدرب اجنبي تاني عشان ما تتصوروش ان انا بدافع بس دلوقتي عن قال لوس كيروش هو معرفش هو فين اصلا دلوقتي بس احنا عايزين مدرب اجنبي يعرف يتعامل مع هذه الظروف الراجل ده كابتن اهاب جلال وانا قلتها من تاني يوم مباراة المنتخب الأسوبي ورزق على الله ده مدرب كبير جدا ومدرب محترم جدا وكل اللاعبين والمدربين في مصر يعرفوا ان الكابتن اهاب جلال مدرب كبير جدا وله كل الاحترام بس الفترة دي مش فترته المرحلة دي مش مرحلته هو يمكن كان عايز لعبين جاهزين عندهم ندوك كبير جدا عشان لميجي يقول لهم تعاوا بقى نلعب كرة على الارض وكرة هجومية يقدروا يفهموه بسرعة لكن اللاعبين الحاليين دول مع كامل الاحترام لواحد واحد الكابتن اهاب جلال محتاج معاهم معسكر سنة ده طبعا مستحيل معسكر سنة عشان يحاول يحفظهم ويعرفهم وعايز يعمل ايه فخلاص الظروف اللي احنا فيها دي لا تسمح بوجود الكابتن اهاب جلال هل ده معناه ان الكابتن اهاب جلال مدرب سايق؟ لا هل ده معناه ان الكابتن اهاب جلال شخصية ضعيفة؟ لا هل ده معناه ان الكابتن اهاب جلال ما كانش عنده نجاحات وخبرات قبل كده؟ لا عشان عنده في كل فريق بصمة فما نمسكش في الراجل ونقول له انت السبب اللي كل حاجة بايزة خالص هو العيب على اللي اختاره العيب على اللي اختاره وهو مش عارف الكلمتين اللي انا بقولهم دول اللي المفروض هو يعرفه محسن مني ومنك ومن غيرنا انت بما انك وصلت لأعلى مرتبة في كرة القدم أعلى مرتبة مسئولية في كرة القدم فانت المفروض فاهم اكتر مننا سواء في حقيقة الامر المواطن البسيط اللي بيفرج على كرة بحبه بيحب بلده بيحب منتخب بلده يبقى عارف وفاهم التفاصيل دي ربما اكتر من كثير من اعضاء اتحاد الكرة احنا النهاردة تعالوا نوقف كده ونحاسب نفسنا او بلاش نحاسب نفسنا يا سيدي تعالوا نوقف النهاردة ونقول ايوه احنا بعيد نقرب ازاي بس ما تقعدش تقولي كل شوية احنا منتخب مصر اللي كسب تلات افريقيا 2006-2008-2010 لا اللاعبين دول موجودين ولا الظروف وقتها موجودة دلوقتي ولا دوري منتظم موجود دلوقتي ولا ولا مركز في دي كويس قوي ولا الكرة بتتلاعب زي 2006-2008-2010 الكرة تغيرت الكرة تغيرت من الفريق الممتع اللي في العالم ما انفعش مش منطق الطبيعي انك ما تقدرش تكسب السنغال هنا واحد وهي تكسبك هناك واحد وكسبوك في الاخر بضربات ترجيح لا الطبيعي ان السنغال تكسبك رايح جايه ومنتيجة مرتاح انا عارف التسعاد ايه الاول كنت بتتصدم من الكلام ده دلوقتي انت فهمت الواقع الواقع المرير اللي ممكن يتصلح بس الاول نعرف طيب فرضا هو كابتن هاب جلال هيمشي هيمشي لم يعلم الموضوع ده رسمي بس هيمشي هيمشي استقاله هيمشي هو مش منطقة اصلا انه يكمل ليه مش منطقة انه يكمل عشان ما ينفعش مدرب بيحصل او حصل معاك كل ده ويعرف يكمل وانا بصراحة يعني حتى لو وصلوا يعني مش لقدره ده يعني اللي ربنا يريده يعني بس حتى لو وصلوا الاتفاق انه كابتن هاب الجلال يكمل واللي فات مات واللي فات مات فهو اصلا مع اول مباراة هيتعصر فيها هيمشي فهو يمشي دلوقتي وخلاص نرحن نعمل مشروع 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 فاكرين المشروع ده انا قلت لكم على كل سكيروش انه بيعمل مشروع لمنتخب مصر فاكرين ماشينا المشروع ما بيعجبناش احنا فكرة المشروع دي يا عم انجز يا عم عايزين بطولة انا تليس هتقول لي مشروع وسنتين وتلاتة واربعة واحنا ان شاء الله بعد اربعة وخمسين هنعمل كذا لا لا انا عايز بطولة انا اصلا مجلس هيقعد تلاتة اربعة سنين الحقني بكام بطولة كده عشان يقولوا المجلس ده بكام بطولة لكن المصلحة فين لا انا مليش دعوا بالمصلحة بتاعت الكورة بتاعت في مصر نا انا مصلحتي بس اه انا برضو جاي تطوعي نساش دي اللي انا كل شوية تزلي بيها يا سيدي لو انت يعني لو انت حاسس ان الموضوع الكبير عليك لو انت حاسس انك بتعمل مجهود لو انت حاسس انك بتتعرض للضغط وانت بتشتغل تطوعي السلام عليكم انا ماشي طيب فرضا اتحاد الكورة كمل وانا ما عرفش ازاي يعني هيكمله بس فرضا كمل فرضا انا بشوفها بقولك اسوأ الظروف وسواء كمل او ما كملش احنا محتاجين ناس بقى ادير الكورة ناس حقيقية ناس حقيقية ناس حب حقه حقيقي كده ناس نفهمها ناس تكون فاهمة هي عشان نفهمها يعني هم يبقوا فاهمين عشان نعرف نفهم احنا بدل ما احنا مش فاهمين اللي بيحصل دلوقتي في كل حاجة في الكورة ييبوا مثلا ايه والله انا هجيب مجموعة من الخبراء بس ما تعملش لجان انسى كلمة لجنة دي هجيب مجموعة من الخبراء تلاتة مثلا يعني سين صدد بس اسماء حقيقية اسماء مش محروقة اسماء عندها علم حقيقي اسماء فهمة كويس مش تجيب لي اسماء تقول لي ده فلان الفلان الكابتن الكبير صاحب الخبرات الكبيرة لا انا مش عايز اسمي كبير وتاريخي ويبقى عنده 40 و 50 و 60 سنة في الكورة انا عايز واحد عنده 60 و 70 و 80 و 100 سنة تمام بس يكون راجل عنده دراية فاهم مذاكر متطور ما نجيب ليش اسماء وخلاص تقول لي بسا هي التلاتة دول هم هيتولوا الاشراف على فكرة تطوير الناشئين وانت تحت كرة زي الفل انت قاعد في المجلس بتمدي على ورق تيه تقول ايه دي الخطة ايه امضيلك عليها دي التصور بتاعك امضيلك عليه تلاتة كده يمسيكوا فكرة او تطوير قطاعات الناشئين في الانداني نتعامل ازاي معاه ويعملوا حاجة كده واضحة على شكلها مفهوم وطويلة الامد وتشترت عليه انت بنفسك انها تبقى طويلة الامد ان شاء الله عشر سنين بعد عشر سنين نشوف التطور بتاع الناشئين عامل ازاي تيه دي بواحد تاني تقول له احنا المسابقات عندنا دايما متلقى بطح مش عارفين نخلص مسابقة ولا نبدأ مسابقة هاتلي كده تلاتة تمام ويزبطوا لي مسابقاتي سيقف الرابط انا بكلم عن رابط لعندها وتحت الكرة اي حد فيهم يعني بكلم عن الكرة بشكل عام فتاة دول يزبطوا وحبيبنا حبيبنا كابتن عامل حسين باشا يمضي على الورقة يقولوا والله الكلام ده منطقي وصحيح بعد ما يزق بعد ما يلاجعوا ويشوفوا انه منطقي وصحيح ويقشر نفس القصة في الحكام نزبط الكرة نزبطها وخليك في منصبك يا باشا وزاي الفل وانبسط بعملك التطوعي حقك ما انت راجب متطوع ففوق الراس خلاص احنا مضطرين نتحمل اي حد يشتغل تطوعي عناية بس ما هو التطوعي ده لازم يعني انت يا بابي انك تطوعت من نفسك انك تشتغل ليه او تعمل لنا كرة حلوة وريني انت اللي تطوعت مش هدا اللي جبتك وقلت لك خد فلوس لقد انت متطوع عشان تبسطنا صح كده نعمل الكلام ده سوى بقى التحاد ده تحدى استقال وجه التحاد غيره يبقى فيه ناس نشوف وجوه جديدة على فكرة مش شرط وجوه جديدة زي ما قلت لكم يبقى هما اللي في المجلس ان شاء الله يا ربي يبقى فيه ده في يوم الايام بإذن الله يعني بس يبقى فيه ناس تانية بتشتغل بنصلح نشئين فيها ان عندنا مشاكل فيها اللعبين المحترفين يا سلام ما نعرفهمش ما عندناش احنا محترفين محمد صلاح وشكرا على كده وبرضه مع كامل الاحترام لكل اللعبين لما بقول محمد صلاح وما عندناش تاني ما بقولش ان هما مش بيكتهدوا وبيتعبوا كل على الكلام ده انا اتكلم عن المستوى الليفل اللي هو اللي بيسموه الإبلاص اللي هو فوق الفوق ده ما عندناش فيه غير محمد صلاح السنغة هتلاقي عندها مثلا بتاع 15 16 18 19 70 واحد تمام زي محمد صلاح احنا عندنا محمد صلاح عايزين بقى كل اللعبين اللي يبقوا محترفين يبقوا في الليفل بتاع محمد صلاح ده يبقوا اقل شوية ومش كل يوم هيبقى عندنا محمد صلاح يمسك ملف المحترفين امسك ملف الناشئين امسك ملف المسابقات امسك ملف التحكيم وتعالى نطور حاجة حاجة كده وكل مجموعة بيسموها مجموعة عمل كده كل مجموعة عمل تمسك فايل وتطور فيه مدى ما كل يوم نيجي نسرخ بقولك حاجة بقى من الآخر احنا يوم الحد الجاي مطش القمة مطش الأهلي والزبالك كل الكلام اللي انا بقوله واللي جنبي بيقوله واللي جنبي الناحة التانية بيقوله وحضرتك بتسمعه غالبا هيطير هننشغل في الاهلي وهننشغل في الزمالك تشكيل الاهلي تشكيل الزمالك مين اللي كسب مين اللي زعل مين اللي تعصب مين اللي ادائم الحكم مين اللي مدائع عشان مرهق مين اللي مدائع عشان عنده إصابات هنعيش بقى نرجع تاني في أجواءنا اللطيفة دي ومنتخب مصر محدش عارفه بنعرفه بس لما منيجي نفرج عليه ونقول يان هرى بيض إيه دا اللي عابين مستوام عامل كده إزاي إزاي اخترنا المدرب ده إزاي اتحاد الكرة بيعمل ده ونتفاجئ يا خبر مفاجأة وبعد كده نرجع تاني نعيد الكلمة اللي أنا قلتهم دول وغير يعيدهم تاني ونلف نفس الدائرة اللي ما بتتقفل اللي ما بتتفتحش مقفولة علينا طول الوقت ربنا يسهل الحالة النهاردة كابتن إيهاب جلال كان ليه تصريحات في المؤتمر الصحفي وبصراحة كانت تصريحات هادئة جدا رغم كل هذه الظروف نشوف التصريحات وبعد ما نشوف التصريحات نرجع نكمل كلامنا أنا بحسد الكابتن إيهاب جلال على هدوءه راجل مهزب جدا واحد غيره كان رمى كلمة كده كان رمى حركة كده كان ميل على واحد محترم صحفي وقال له لو سمحت دفع عني لو سمحت اكتب لي حاجة لو سمحت اعمل لي حاجة طب لو سمحت أنا والله العظيم مظلوم فعايز اقول تصريح مش عارف ايه ما عملش اي حاجة ما عملش اي حاجة راجل محترم ده يقدر جيدا انه المدير الفني لمنتخب اسمه مصر محترم يا جماعة خلوا دايما العلاقة بينكم وبين الناس هي علاقة فيها احترام أنا فاجد دي حاجة عامة يعني بس خلينا في الكورة دلوقتي فيها احترام راجل محترم ده فيه ناس بتجلد فيه ناس بتوهين الراجل لا هو مدرب كهس والدليل انه رقم في السوق في مصر في الكورة المصرية كل الفرق بتبقى عايزها كل الفرق بتتفوض عليه هو اعلى واكتر مرتب اكتر مدرب بياخد راتب في الدول المصري شوال اسم الابرس في الدول المصري ببصماته اللي مع كل الفرق هي الفكرة انه ما جاش في الوقت الصح الفكرة انه ما جاش في الوقت الصح فهو سواء رحل او بقى كابتن اعاب جلال فله منا كل الاحترام بنسبة 99% هو رحل بس انا بسيب دايما الواحد في المية دي لحد الاعلان الرسمي بس له منا كل الاحترام كل الاحترام المسؤول اولا واخيرا اتحاد الكورة بالمناسبة النهاردة اتحدث كابتن اعاب جلال عن الاهداف اللي وصل بيها المنتخب الكوري او الكورات اللي وصل بيها المنتخب الكوري وسجل منها الاهداف وقالها هم دول بس اللي وصلوا بيهم هي الفكرة فين بقى النهاردة كان فيه اخطاء انت بتشوفها واضحة جدا من مدافعة منتخب مصر نفس الاخطاء شفتها في امبراط المنتخب الاسيوبي بالمناسبة نفس الاخطاء كان في امبراط غينية اللي كسبناها نفس الاخطاء من المدافعين دول بتحصل في الاهل والزمالك نفس الاخطاء او بيرامد ما تكلم عن المدافعين اللي كانوا موجودين النهارد ومعهم عمر كبيرا عبدواحب فيوتشر نفس الاخطاء دي بتحصل طيب الفرق مع كاللوس كيروش ليه المدافعين دول كانوا حاجة عظيمة جدا ليه عمر كمال عبد الواحد كنا بنسقف وبنهلله ليه ياسر إبراهيم كان متقلق جدا ليه الونش ومحمد عبد المنعم ومعاهم طبعا طبعا حجازي بس حجازي في حتة الواحده ليه كل المدافعين دول كنا بنقول عليهم في كاسرون رفكاء عاملين أداء خرافي ورائع ليه معلش يا كابتن إيهاب والله معلش إذا كان الراجل ده ما تعرفش إيمته هيعرفوا إيمة الراجل ده إزاي مش منطقي يعني مشوا الراجل وبهدلوه وكانوا عايزين يمشوا من أول مباراة في كاسرون الأفريقية أنا بفكركم بس مباراة المنتخب الناجيري لما طلع عدو اتحاد الكورة كابتن عامل حسين وقال على مرتب الراجل أو المرتب المفروض ياخد الراجل وقعد يحكي كصة ولو مشي والشرط الجزائي والحكاية والرواية والراجل بيلعب بطولة هو ده كلام وقال إيه هو كان زعلان مننا ليه اتحاد الكورة يعني إنسان حلم هو كان زعلان من اتحاد الكورة ليه عملنا له إيه يعني طب ده يعني الراجل ده اشتغل في كل الأماكن المحترفة في العالم أكيد اللي شافه معنا ما شافوش في حياته المجد عنده سبعين سنة شاف العجب معنا لو أحد زعلان عليه بصراحة انت بتخيل لو الراجل ده كان مكمل معنا أكيد ما كنوش يحصل معنا كده في مباراية تصفيات أكيد ما كنوش هيحصل فينا كده قدام المنتخب الكوري أكيد كانت أمور كتيرة تغيرت وأكيد كان هيبقى عندنا مشروع والدور يتطاقم وكان بقى مقدم اقتراحات دور يتطور وتقل الفرق فيه محترفين يزيدوا ولا يقلوا الملاعب النجلة تتزبط إزاي مقدم مشروع كورة احنا كان معنا خبير مع المصيبة كمان لما بيجينا مدير فني أجنابي ما بنعرفش نستغله احنا يا دوبك بنخليه لعب مطشين ونروحه لأ ده نتعامل معانه خبير يطور لنا كورة قدام احنا ما بنعرفش احنا ما بنعرفش كابتن أقاب جلال بعد المباراة سافر إلى أمريكا مباشرة من كوريا الجنوبية هياخد أجازة أسبوع وبعد كده يرجع الكاهرة الله يرجع الكاهرة يبقى فيه تعامل محترم على فكرة أنا عايز لما كابتن أقاب جلال يمشي نتعامل معاه بكل احترام وتقدير على أقل نقوله شكرا يعني تحديد كورة بيان حتى يقول فيه شكرا للراجل ده أو دي نقطة طيب كمان هيكون فيه جلسة بين كابتن محمد بركات وخايد درندلي أو كان فيه جلسة بين محمد بركات والكابتن أو البشمانس خايد درندلي في فندق قومة المنتخب في كوريا الجنوبية أعدوا مع اللاعبين وتكلموا معاهم بعد كده أعدوا مع بعض وعملوا فيديو كونفرنس مع الأستاذ جمال علام رئيس تحديد الكورة وبعض الأعضاء عشان يتكلموا على خسارة اليوم طيب اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي احنا عايشين فيه بقلنا سنين بقلنا سنين تعالوا نشوف عشوائية وتخبط اتحاد الكورة آخر عشر سنوات كان عامل إزاي في أكتوبر 2012 تم انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكورة برئيسة جمال علام ومعه أعضاء حسن فريد نايبن وهاب لغيطة وحمد بجاهد ومحمود الشامي وعصام عبد الفتاح وحمد المصر ومجد المتناوي المتناوي وصف زاهر وخاليد لطيف في العضوية وصح الهواري في المقعد النسائي مجلس جمال علام في 2012 شهد منتخب مصر معه أكبر هزيمة في تاريخه بعد الخسارة أمام غانا ستة واحد في تصفيات المنديال كما فشل المنتخب في التأهل لكأس الأهم الأفريقية 2013 و2015 وكبر رحيله بأكثر من عام تعاقد مجلس جمال علام مع الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي استمر في كهد منتخب حتى منتصف 2018 ما شاء الله تاريخ كله إنجازات عشان كده رجع تاني في أغسطس 2016 في زهاني أبو ريدا بانتخابات الجبلية ومعه مجلس مكون من قرم كردي واسيف زاهر وخيد لطيف وعصنا عبد الفتاح وحازم الهواري ومجد عبد الغاني وحازم إمام ومحمد أبو الوفا وأحمد مجاهد وصح الهواري في المقعد النسائي في خلال ولاية أبو ريدا ومجلسه نجح المنتخب المصري في الوصول إلى نهايات كأس العالم 2018 في روسيا وتأهل لكأس الأهم الأفريقية 2017 بعد غياب عن المشاركة في البطولة تلت دورات بل وتأهل الفراعنة إلى النهاية استضافت مصر بتويت كأس الأهم الأفريقية 2019 في عادة بوريدا ومجلسه لكن المنتخب ودع المنافسات من دور 16 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا وظهر بشكل متواضع جدا ما دفع المجلس لتقديم استقالته بسبب الغضب الجماهيري الكبير أو بالمجلس الحالي بعد استقالة مجلس بوريدا داخل اتحاد الكرة في مسلسل اللجان المعينة وفي غاستس 2019 تم تعيين لجنة خمسية برئاسة عمر الجنيني وعدوية محمد فضل وإحمد عبدالله وجمال محمد علي وصحر عبدالحق لإدارة شؤون الاتحاد وتم تمديد مدتها أكثر من مرة لإنجاز المعامة التي حددت لها ومن بينها تغيير لياحة الجبلية في ديسمبر 2020 قرأ الفيفا الرحيل لللجنة الخمسية وتعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد وعدوية أحمد حسام عوض ومحمد الشهاربي لتسيير الأعمال والتجهيز الانتخابات التي تم تأجيلها أكثر من مرة حتى تمت في يناير 2022 وجابت لنا المجلس الحالي يا بركة في يناير 2022 تولى جمال علام رئاسة الاتحاد بعد فوزه في الانتخابات ومعه خالد للندري نائب الرئيس والأعضاء حلمي مشهور وحزم إمام محمد بركات وعياب الكومي ومحمد أبو الوفا وعمل حسين ودينا الرفاعي شوف الإنجازات شهد فضل جمال علام أزمات عديدة في وقت قصير حيث بدأ بالخلاف مع مدرب المنتخب كالوس كيروس ثم أحداث تنظيم نهاية دول الأبطال أفريقا ومؤخرا سوق التعامل في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب وتضارب التصريحات حولها مصير المدرب أهب جلال الشهد المشترك في مجالس إدارة اتحاد الكرة خلال السنوات العشرة الأخيرة هو سوق إدارة مسابقة الدوري وكثرة التاجلات وتلاحهم المواسم وتكرار أزمات قيد اللاعبين بجانب أزمات متكررة حول الأجهزة الفنية المنتخبات الوطنية إلى جانب سوق إدارة منظومة التحكيم عشر سنين من كل حاجة غلط عشان كده احنا تأخرنا جدا في الكرة احنا بعيد احنا متأخرين في الكرة عشر سنين عن كل جرانة في الكرة مش هقولك في العالم شوما في العالم مسابقلنا بسنوات أكتر شويتين ثلاثة بس احنا على الأقل متأخرين عشر سنين على الأقل فمين بقى اللي هيجرينا العشر سنين دور بسرعة مين اللي هيديق الفرق ده بسرعة الله وأعلم الله وأعلم نهار ده لجنة وزارة الشباب والرياضة اجتمعت بمسؤولي النادي الأقل التحقيق في أزمة نهاية دورة أبطال أفريقيا اللجنة بحثت شكوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة أو يعني عقد الاجتماع مع النادي الأهلي واستمعوا لأقوال النادي في أزمته مع اتحاد الكرة واللجنة كانت فيها عشر أفراد بينهم خمس مستشارين ومستشاري اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة حضرهم الأهلي سعد شربي المدير التنفيذي للأهلي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومحمد فتح لي مدير الشؤون القانونية لها ليقدم في الجلسة دي حافزة مستندات ضمت عشرين مستند ضد اتحاد الكرة عشرين مستند وبيني وبينك مش بيني وبينك ده مؤكد الاتحاد الكرة مؤكد يتحمل مسؤولية ما حدث في نهاية دورة أبطال أفراق وضحة وضوح الشمس وضحة وضوح الشمس الجلسة دي بالمناسبة استمرت تمن ساعات تمن ساعات كمان الكابتن محمود الخطيب قعد نهاردة مع العيب النادي الأهلي وقال لهم موسيماني يقدم المطلوب منه قال لهم يساعدوا الكابتن سامي ومصان وقال لهم أنهم عايشين فترة مع الكابتن سامي ومصان يكونوا كالمساعد لبيتس وموسيماني قال لهم الفترة اللي جاية فترة حساسة جدا محتاج من الفريق كله يبقى مركز كويس جدا ويشيلوا المسؤولية عشان الأهلي منظومة كبيرة ما ينفعش أبدا تتأثر بغياب مدرب أو رحيل مدرب أكد لهم على ثقةه الكبيرة فيهم وقال لهم إن شاء الله تمشوا بشكل محترم في المباريات اللي جاية حتى مع ضغط المباريات كمان كابتن محمود الخطيب النهاردة اجتمع مع محمود كهربا في مران الأهلي ودعمه وسنده وقال له إن الفريق محتاج الفترة اللي جاية إنك تركز وتشتغل على نفسك الفترة اللي جاية عشان يبقى عندك مكانة جيدة في الفريق إنتوا عارفين كهربا كان من اللعيبة المغضوب عليها من بيتسو موسماني زي زي أليو باجي زي زي حسام حسن زي زي ميكي سوني في لعبة كده موسماني قفل عليهم ضبهم مفتاح لهم مش عايزة شوفوا الشكم من الآخر يعني مش عايزة شوفوا الشكم في المرعب مش عايزة تلعبوا خالص فكهربا من اللعيبة دي كهربا لعب موهوب لعب مميز لعب عنده خبرات كبيرة جدا بس حقيقي ما خدش أي فرصة مع بيتسو موسماني ما خدش أي فرصة حقيقية يعني مش عقول ما خدش فرصة مباراية بس أولئلة جدا كمان حسام حسن أكد أنه أغلق الصفحة القديمة ودخل في تحدي جديد مع نفسه النهاردة حسام حسن تتكلم مع بعض زبايله في الفريق قال لهم أنه خلص هيقفل الصفحة القديمة صفحة بيتسو موسماني وعدم المشاركة في الفترة اللي فاتت وهيرجع الفترة دي بحماس أكبر وحافز أكبر أنه ياخد مكانه في تشكيلة الفريق وهو لاعب جيد وكان موهوب جدا مع اسموحه وكان واحد من هدفين الدوري ولكن أيضا زي ما قلت لكم كان من لعيبة لبيتسو موسماني كان قافل عليهم ضبة ومفتحة ده بالنسبة لي حسام حسن اللاعب الموهوب المميز للأهل أكيد هيستفيد منه الفترة اللي جاء طيب لسه مكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة وأخبار كثيرة مهمة طيب الزمالك من ناحة تانية عايز أقول لكم حاجة على الزمالك مهمة جدا بينفي إجراء أي تعديلات على جهاز شوزوالدو فريرا الموديل الفني للفريق عشان فيه كلام أن روي أجاش كان مشي من الفريق هو كان واخد أجازة وعمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك قال لرقم عشرة أنه الراجل موجود والراجل أنتم بليه كل شوية بتسأله على موعد وصوله أكيد ما حدش رأي حيستابله هو الراجل جاي وهيكمل مع فريرا بشكل عادي عبدالغني محمد عبدالغني وعبدالله جمعة مهددان بالغياب عن مواجهة النادي لأهل مواجهة القمة يوم الحد اللي جاي والزمالك هيعمل اختبار طب للمسلوسي وحازم إمام نحن نتكلم في محمد عبدالغني وجمعة بسبب الإصابة ومسلوسي وحازم ما زالوا يعني بيتعافوا من الإصابة طيب فريرا انتهى من تقرير تدعيمات الزمالك الفترة اللي جاي أو في الصيف تحديدا وفريرا أقدم كمان لعبين حابب النادي يجدد معاهم ولعبين تاني مش فرق معاه يعني سايبهم لأمر النادي بس اللعبين اللي طلب فريرا أنه يجدد معاهم أو النادي يجدد معاهم هم كالتالي أشرف بن شارقي عمر السعيد طريق حامد ومهاجم أجنبي هيبقى عايز يتعاقد معاه وصانع ألعاب أجنبي برضو عايز يتعاقد معاه مين بقى؟ اللعبين اللي سابهم لقرار مجلس الإدارة محمد أبو جبل رزق سي سي محمد قناجم حازم إمام وأيمن حفني دول اللعبين اللي ساب أمرهم لمجلس الإدارة حتى هذه اللحظة في اللي لما اتخذ قرار برحيل أي لعب عن نادي الزمان ومستني لنهاية الموسم لما يشوف اللعبين كلهم النهاردة ليفربول أعلن رسميا ضم الأرجواني نونيز نونيز واحد من اللعبين الموهوبين جدا الأسماء الكبيرة جدا الصفقة كلفت ليفربول بنتكلم في 100 ألف يورو تقريبا 100 ألف يورو عفوا عفوا 100 مليون 100 مليون يورو 75 مليون يورو و25 مليون متغيرات صفقة كبيرة هي الصفقة الأضخم لفريق ليفربول وبدأ يدفع كمان ليفربول زي بقى الأندية الإنجليزية وانت عشان تكمل لازم تدفع لازم تدفع هو ده اللعب موهوب جدا ولاعب كبير جدا محمد صلاح ضمن الأكثر تبرعا في العالم خلال عام 2022 صحيفة صلصة الإنجليزية النهاردة نشر التقرير بقائمة أكثر عشر أشخاص متبرعين في مختلف المجالات لعام 2022 وفيهم النجم المصري الكبير محمد صلاح محمد صلاح كان في المركز الثامن وتبرع بحوالي 2.5 مليون جنيه استرليني نموذج على فكرة هو الرياضي الوحيد اللي في هذه القائمة نموذج نموذج في كل شيء لعب أسطورة لعب كبير لعب عظيم بكل المخيص واحد من أهم اللاعبين ايه دا؟ واحد من أهم اللاعبين عفوا أهم اللاعب في تاريخ الكرة المصرية أهم اللاعب في العالم دلوقتي بالنسبة لنا لسا بكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في كلام كتير هنقوله النهاردة مع ضيف عزيز كبير زي ما قلت لكم احنا هنتكلم في أمور كثيرة تخص الكرة المصرية لفترة اللي جاية ازاي نطور؟ لو من مكاننا هنا هنعرف نقول نصيحة هنعرف نفتح الدماغ هنعرف نتكلم هنعرف نساعد يلا نساعد اللي يعرف يساعد يساعد انا معايا واحد النهاردة من الناس المهمين جدا في الرياضة اللي له دور مؤثر في جزء كبير جدا من الرياضة هو كان رئيس سابق لشركة كرة القدم بنادي الجونة وهو واحد من أهم أهم يمكن مقلاء اللعبين اللي جمب في مصر خلال السنوات الأخيرة نادر شاوئي هيكون معايا بعد هذا الفاصل خليكم يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة الأستاذ نادر شاوئي نادر شاوئي زي ما قلت كده قبل الفاصل هي الفكرة انه هو التقديم اللي قدامي يعني أو اللي تقاليتلي انه هو كيل اللعبين أنا عارفه طبعاً هو صديق عزيز بعتز به بس فكرة وكيل اللعبين في نادر شاوئي هي قليلة قوية اللي بيعملوا نادر شاوئي في الرياضة أو في الكرة المصرية منذ سنوات إدارة الكرة الأفكار اللي في الكرة الحاجات اللي كنت لست بكلمكم معاناها من شوية انه يبقى فيه ناس شايفة ومتطورة ومتطلعة وعرفة احنا العالم بيعيش إزاي هو من الأشخاص اللي ممكن يبقوا قليلين شوية في الحكاية ده اللي فاهم كورة كويس وفاهم يعني قدارة كورة بشكل تفصيلي مش بس وكيل اللعبين اللي أقول مش بس وكيل اللعبين ده مش تقليم من فكرة وكيل اللعبين عش دي حاجة كبيرة سواء في مصر أو في العالم كله بس عشان هو بيعمل فعلاً حاجة كتير أبعش كيف أتشرف دايماً إنه يكون ديف عزيز علي منور وبشرف ودايماً بسع جداً بتواجراتك بس هي كريمة على المؤدمة الجميلة دي عشرف لي إن أنا أكون معاك النهارة حبيبي أعلم من حقك بركي كله كويس الحمد لله عايز أبدأ معاك من الحكاية بتاعتنا منتخب مصر ولي بيحصل مع التحاد الكورة ولي بيحصل مع عام جلال والحاجات الإدارية اللي الناس ما بيقيتش فاهمها تقولي شوية تطلعوا تنرفزوا عليها وتعصبوا وتسرخوا طب إحنا إيمتى هنصلح وإيمتى هنشوف تطوير لا أنا شايف إن إنت يعني واحد ويع الدنيا هي نفس المشاكل ما تغيرتش يعني ما أعتقدش إن أنا مساء عين ثمان سنين بعيكات ناشر سنة بقى 16 سنة حتى يوم موصلنا كاس عالمك برضو فيه مشاكل فأعتقد لأ إنت زي ما إنت قلت بتالي أنا جيته وإنت بتقولي إحنا تأخرنا عشر سنين إحنا تأخرنا لأ إنت اليوم عندك بفرق سنين فأكتر عشر سنين خالص فهي دي وإنت مش عافة تقلل الجاب لكن المشاكل اللي إنت بتتكلم عليها هي المشاكل الوقتية دي دي اتهارت بقى حسن بتأخرت 24 ساعة وبالذات بعد النهاردة بعد مواطش الكوريا فأعتقد ناس كلها تكلمت في حاجة زي كده حيث وكله أعتقد إن هو ماشي بسكة واحدة كله أعمالي هجم بس ودي أنا أعتقدش إن إحنا الهجوم ده حيودينا الحتة إيه اللي يودينا الودينا الحتة إن إنت تتايفل على نفسك بقى شوية ومحادش يطلع يتكلم لأن الكرام يعني إنت عمف لو إنت عملت فعل وسكبت ممكن تعدي إذا كان عملتك فعل وبتتكلم فالفعل نفسه بيكبر وبعد كده بتجيب ناس تانية كتيرة معك بقى فما بش أي حد يتكلم واللي بيقعد على الكرش هزيم يكون فاهم هو بيطلع عين بقى فهي دي اللي بتاع المشاكل خلي بالك مش مثلا الأفعال إنت ممكن ماتش بتاع بساعة السنغال كنت تروح عادي ده بلنتين ضاعوا يعني مصبوط صح ومين اللي ضاعع؟ مين اللي ضاعع؟ محمد صلاح ما بيضاععش صح فهي مش مكتوبالك لكن مشي تدقى خلاص سوى راجل مشي وبتاع لكن البقى خلاص انت فقد تغفى لعنفسك عشان تخطط بقى البعد كتا كعيس هي دي بقى المشكلة لعندي ايو أنا هخطط إزاي إذا كان نفسي اعترفت أن انا اخترتها غلط مين اللي هتأخذ مين اللي هتأخذ يا فإنها يا فكرة برضو تاني هي قصة مش قصة رئيسة حتكورة ولا مدرّة ولا آيها يخص هي قصة أن ما فيش أصل الانتخابات حصلت تكاريب أنت بتتكلم في حد جيب التسكية التسكية دي معناها أن الكل أجمع كبير وصغير أن هذا الباجلس يصلح صحة أو ليس صحة صحة فبالتالي أنت بتعاتب عليه يعني إنت لو تعاتب حد تعاتب على الإختار مش تعاتب على الموجود الموجود إنت تتكلم يعني أنت عديت المرحلة أنت تتكلم مع هذا لا إحنا لازم نتكلم معه أوسع بقى وإنت عايز تصلح هو مين اللي بيختاره بيختار إزاي والسي في بتاع اللي اختاره دي عامل إزاي وامسك بقى سي في واحد واحد امسك الراجل اللي بيأسك مع كامل إحترام أنا بكامش على الأشخاص لك تبقى تكلم عليك طبعاً كلهم كل إحترام أكيد أنت شوف السي في بتاعه أدار إياب لك إذا نجحته إيه وأنت بتجيبه ويمسك الكرة المصري إزاي صح أنا مصح صح برد النزع أسامي برضو صح لانا ياسم بيه برضو لانا مروح شغلانة يقولك فين سي في بتاعك ده أعرف بيه أنت أنت مسكه اتحاد كورة أنا كان معي مدير الاتحاد الإنجليزي بين يومين قال لي ساوز جاد ومدرب تاني عاملوا معاملات شخصية عاملوا معان ترفيوهات عشان يعينوه مدرب إنجلترا يعني أنت عملت إيه بتعمل إيه خطتك إيه يعني وده مجايش بقى صح صح ولسه بيدورها على تطوراتك ولسه لسه كمان فلا أنت عندك حيات كتيرة قوي يعني أنا معتقدش أني فيه حجة صالحة في المنظومة مفيش عشان كده بقولك لازم تقفل على نفسك وتغير قوانينك وتغير حياة كلها عشان تعرف توصل لأ أنت بالقص واللازق اللي أنت شغال بيه من أول والله العظيم من ساعة مبقيتها على الدنيا والله هيا هي نفسي مشاكل بس إحنا تفقمنا بقى يعني الأول ما كانش فيه نواحي اتصال يعني واسه أنا في السيئات أو الأفنات أنت عشان تكلم لعيب الكرة تقوله أنت عامل إزاي وتتدرب إيه بتاخد وقت كتير قوي تقاط الكوين وتترب مش عارفة دلوقتي أنت ما عندكش حجة أنت ما تكونش متطور ما عندكش حجة أنت ما تعرفش بيه ما عندكش حجة أنت حتى يا ربنا كرمك بواحد اسم محمد صباح أنت مش عارف تستفيد منه خلاص أنت حتى يعني أنا كنت بحب عيط هو بتكرم يعني نشوف الناس بتكرم الناس إزاي وإحنا منتكرم الآياب بتاعت مساء فأنت فوت الصلاح ده تعصره مش تكرمه بقى وتعمله مشكل مع الإعلانات وده عصره أنا عايز أستغل وجودك معي النهاردة إلينا أكلم تفصيلا يعني إيه تعصره إنت راجل فاهم يعني إيه تعصره يعني بالنسبة أصلا للغاية بتسمعها للغاية يبقوا فاهمين إيه يقصد يعني يلعب ماتشات كتير لا أتعصره يلعب ماتشات كتير يلعب ماتشات كتير متعبوش أصلا أيوة هو ده هو ده أنا عايز توضيحه منك كمثال محمد صلاحي بمعنى كويمة زي محمد صلاح ده أنا ممكن أستفيد منه كبلد وككورة مصرية إزايش لا إنت أستفيد من محمد صلاح يكون مثلا عايز منه حاجة لو أنه هتلاقينا حاجة وإنت جاي بالضبط من ده اللي بيحصل ده بأشوفه بالضبط كده حاجين شيرتين حاجين شيرتين عشان العالتة تلبس لكن في أي أي مسؤول قاد مع محمد صلاح مثلا ساعة قاله أنت بتسحى الساعة كم؟ بتأكل إيه يا ابني في حد أو ما تخش النادي بيحصل إيه طب النادي بتاعكو عمل إزاي؟ طب إيه اللي أنت شايفه بنعمله غلط؟ ما هو ده رفرنس هو مش شرط ينقم مدرب ولا الإشعاعات اللي بتحصل ده هو لازم يتاخد رأيه لأنه يتاخد رأيه هو ما بيخدش رأي محمد صلاح هو هيسأل كذا وكذا وكذا ومش هيقولك حب الكورة هيسأل صناعة كورة هيسأل الكريم بتاع الكورة اللي هو أعلى حاجة في الكورة فإنت بالتالي أنت متستفيش بنا خالص انت هي الكسة بتاعتك تتجيب شوية باديوردات عشان يحموها عشان أنت معناكش حكية تعنيه لا ولو ده حصل كمان يقولك لا يا عما يقوله محمد صلاح هو اللي مشينا يعني بيمشي شغلنا يعني هو اللي يقول لنا وعيب وما يصحش ده لازم يبقى أصلا هو أنت جورج ويا ما كان بيعمل هو بقوصل ليه جورج ويا رئيس دول أنت عندك كان محمد صلاح عندك كان محمد صلاح فأنت بالتالي هو محطوط مزروع في حتة خصبة جدا أن أنت تستفد منه أنت في البيج بتاع محمد صلاح ربنا تديله طبعا صحة وكل حاجة في الدنيا ويكسر الدنيا كمان وكمان بس أنت البيج بتاع محمد صلاح أنا مش شايف أنت استفدت منه ولا قرويا ممكن تكون استفدت منه كتسويق البلد ممكن سنة سنة لكن ما عرفتش بردك أنت مش عافلت صبيب محمد صاحب فبالتالي خلينا نتكلم قرويا عشان هو ده اللي يهمنا إحنا في الشرعة منيجي نمشي إحنا عاملنا فهي ما تثبت تتهمنا إحنا كمان إن إحنا أي حد مش عارف الكرة دلوقتي إنت السبب أنا تجي تقول لحد مدارب مش عارف إيه ما هي يقول لها وكنت لسه بتكلم من شوية إن إحنا هنا عايشين في شوية عاكة كده فوضة تعالش فوضة إحنا مبسوطين بيهم وهو جوانا يعني اسمها جوانا مشكلة إن إحنا بتخش بقى على منتخب مصر تخش على محترفين تخش على سمعة منتخب بلدك هنا بتبقى هي الأزمة ما دي يعني أنا أخوة ده بس عشان تعافي الموضوع بتاع هذه الكرة وكرة نفسها متشعب جدا بس الحيطة بتاعتي إنت إزاي إنت إزاي تقف تستغل لازم تستغل أول حاجة في الدنيا محمد صلاحي يجي في مصر دي طيب أيها أربع ساعات زي ما عارف من ما يقولوا في المخابرات خد الورع ده باشا يكتبني بقى هو بيحصل يا عدد أيوة أيوة هي المسلسلات اللي منشوفها دي أعمل لنا زي المسلسلات لأن اليوم بتاع محمد صلاح إنت ممكن تطلع منه حيكتر جدا اليوم الساعة بتاعته هناك إنت مش هستفيد منه الخاص طيب أنا في حاجة بقى لي كم يوم كده بعض أصرخ فيها وأتكلم فيها سؤلت فرصة برضو أنت تكون معنا فيه كلام في التحاد الكرة كانوا بيدرسوه سواء كملوا بقى وما كملوش يقولك إن إحنا عايزين نقلل أجانب في الدول المصري وأنا شخصيا طلعت سرقت في القصة دي وقعدت أقول يا جماعة زودوا يعني نقلل ليه ما نزود أنا مش هابل أول رأيك إنت سمعني رأيك وبعلي كانت نعيش فيه هارد عليك في النقطة دي بس أنا بسروري أنا آسف فقد الشيء دا يعطيه اللي يكرر الخمس أنت لازم عم تيجي تعمل قرار لازم تدرسوه الأجانب دول أضافوا إيه؟ لمصر مثلا أو للدورة المصري في الآخر خمس سنين طيب الناس دي تصرف هايوم قد إيه؟ الناس دي بعد ما دوم مصر تلوه فين؟ فبناءا عليه هتعرف تعمل الصناعة بتاعتك يعني هتقول الله يدقى ده أنا بس أفيد جدا من الناس اللي بتيجي من مالي بيجوه رخص جدا فأنت لازم تعمل وانت بتحدي الكرة بيعمل إيه؟ انت بتدرس الموقف عشان تنهض بالصناعة طيب يعني أي نادي في الدنيا انت عندك منظومة شغالة 24 ساعة في النادي طيب فبقى لك بقى اتحاد الكورو أنا بقى لك بس النادي بتاعتنا اللي هي بتاعت الجونال اللي هي نادي يعني بسا بنقولي هادي فيه 24 ساعة شغل انت عندك لايبة وعندك لبسة وعندك أصابات وعندك دوقات بتاع من المنظومة العلمية عندك هكتير قوي بتعملها كويس بكلم عن التجربة صغيرة جدا ما بقى لك بقى اتحاد الكورو طب ما بقى لك بقى اتحاد الكورو اللي يرقاسه ما بيخدش فلوس أصلا انت هجيب وقت منين أصلا انت تعلي المستوى بتاع الكورو المصري انت هتعرف فين المشكلة فين انت فين المشكلة لحي زوات الوقت ده هجيبه منين هجيجي على حساب باسا شغله هجيبه لو شغله انا رو بيش دايما ان البراءة انت من اللي بيخدم في الكورو ده لان بيشوف فلوس رائحة جاي كتير لازم لازم يدقوا ده فلوس وفلوس كتير وطبعا تملأ لازم لان الكورو انا مش عارف هو انا ما ادرش ان انا النهاردة ايجي على بيتي وعلى أولادي يا كريم عشان اقعد 24 ساعة اخطط مثلا للمسابق الكورو المصري طبعا طبعا ومعلش انت روعدش كده لو معادش كده هتشك فيك او بلاش هتشك فيك مش هتعرف تدي وقت مش هتعرف تطور ايوه ما انا عايز اعرف هو عفكرة اللي بيحصل ده سيبك بقى عبر السنين كلها لا فيه مشكلة كبيرة في الفكر نفسه كمان انت بتيجي تتكلم على الاجانب دلوقتي انا بقولك لازم تدرس الاجانب سيبك من الاجانب يا اجانب مش مشكلة الاجانب انت انا دايما بقول لازم تنقش بره بيحصل ايه وعكده تهدم الموضوع يعني افهم الاول قلق الاول كده بيسموها جود لكن احنا بنجود بغير ما بنفهم انت ما بتفهمش وبنجود بالعكس اه لا طب احنا نروح كده اما اجيب سوري محترامي للناس كلها على كيروش ده الراجل عنده سيفين كبير جدا وعنده اكسبرينس كبيرة جدا انت فين من معلومات الراجل ده بغض النظر بقى انت متفك على قصته هو راجل فهم هو بيفهم ازاي او كبر فهم ازاي عشان درس حاجات معينة في البرو والدرس حاجات معينة في الداعي المصره فبالتالي عارف ان امكانيات اللعيفة في مصر كده فبالتالي احنا عبيهم كده عنده فكرة صح مش فكرة ده مش صحي منهم عشان الليع بكورة لا اوه صحي عشان درس وراح قاعد سيته شهور يدرس وبعد كده عمل لايسنس كده انت فين كان مدرب في مصر عنده برو لايسنس هو بياخد فلوس ليه اه يعني انا عزفة ان محد يجي تقمر عليك كده ويقولك اني حضرب كذا حضرب كذا اوه كذا انت بتتقمر ليه انت صارف على امسك ايه كمدرب عشان تقعد حط رجل على رجل وتقول ايه عايز 750 وعايز 500 وعايز 600 ايه ده اعملت ايه ده مصر يا بتكامع مصر اه لازم يكون برو لايسنس عدد معين في سنة كذا زي ما يكون عندك متاخد مصر يا كريم في سنة ستة وعشرين انت بتخطط له من دلوقتي ايوه اما تيجي تخطط له من دلوقتي مش هتخطط لتشوف انت لازم تبص على محمد صاحق وعنده كم سنة طب تعالى بقى وصيه تحت الناس صغرى دول اللي انت اصلا ما تعرفش عنهم حاجة خلص ولا 2003 عارف عنهم حاجة ولا 2005 عارف عنهم حاجة والكارسة بتاعتك ان المتاخد البنبي انت مشيت مش هقطع برضو انت اول ما مسكت انت مشيت انت بتنشاهه جريب اللي هو اصلا مسؤول عن 2001 ده في شهر كم؟ شهر اثنين انهاره في شهر ستة الاجانة الدولية بتاعت المتاخد البنبي في شهر تسعة انت ليه سايب وقت ما بين شهر اثنين لغاية شهر ستة اربع شهور فيه متوقفات كتير قوي مش بتستفيد من الوقت الشهر الناس عادة في البيت مش بس بالستفيد ده مداري بالمتاخب غير المنتخب الاول انت بيعد يدور ويشوف فين الكلام ده؟ انا عندي مشكلة كمان حتى زي ما انت قلت في الفيجين نفسها احنا ليه منبص تحت رجلينا ليه تحت انا سيبك من اللي حصل والتصرحات والكامل انت خطتك ايه عشان الاولمبياد بتاعت اللي جاية انت عندك جيل كويس قوي انت عافلة وشفت انت جيل 2001 و 2003 و 2004 عندك جيل كويس وخامات كويس فين الاضارة بتاعت الموضوع مفيش القطاع انا شين قفل المستادعة بتاعته الكريم في شهر اربعة اخر اربعة واول خمس سوري اول سوري في حتة دي اه هقوضوا في البيت كل ده بغاية ما الدوري يخلص القطاع الكبير او القاعدة الكبيرة او اللي هي اصل مستقبل مصري دي اللي عادة في البيت دلوقتي انت بتاعمها ايه انت فين الفيزين بتاعته عشان كده هنقدر فيه نقطة مهمة اوش وانا قلتها بردن برا ان احنا محشورين في حاجة اسمها الدوري المصري بعندياتنا محشورين اللي هو الدوري هتأجل المتشاطة هتتلاعب النادي الفراهين بيعترض اصلي احنا التحكيم فيه مش عارف فيه مشكلة محشورين محشورين في الحتة دي حتة صغيرة اوش الجمهور واللاولي ده قصة والتخطيط لمستقبل مصر ده قصة تانية صح لا ده انا متفق معك مية بالمية بس هم بيعملوش كده اتحاد الكورة هو محشور معنا تاني والله العاصل من ثلاثة ملاقيش دهوه اتحاد الكورة انت جبت بني ادم انت المسؤول عنه المين اللي جاب المجتمع الكوروية هو مين اللي بيديد الكورة ريوسات الانديية كلهم كبيرة اكبر واحد فيهم اصغر واحد فيهم مش هما دول اللي جابوا الناس دي بتعاتب الناس دي انت عاف انت بتيجد بلاي ستشن اتحاد بلاي ستشن درعب يلعبين هتلوم على عيب الجليل ليه وهم اللي جايبين انا بس كابتر عيب جليل عشان بس الناس دايما جالي كزا تليفوني انا بهاجمه انا مدهاجمكش كابتر عيب جليل خالص انا مشفق على اختياره لمنتخب مصر لان كابتر عيب جليل لو ازمتلي اه طبعا ان ارجعتني اللايسنس مفيش اللايسنس طيب النهاردة كابتر عيب جليل عشان بتيجي تمسكه انت بتعمل لونج ترم يعني النهاردة انا عايز نهاردة الخطة بتاعت ايه كابتر عيب جليل الستة وعشرين هينفع لكن الوصول لكزا او حاجة مش هينفع لانه عنده ستايل بتاع الكورة بياخد وقت واحنا عارفين الكلام ده كويس كل احنا حافظين كابتر عيب جليل اول خمس ست مطشاط بيبقاش ماشي كويس وبقى كده من النطف السابع او الثامن بيروح طالع انا عارفه انا عارف الكلام ده اما يكون بيدرب كل يوم فرق يعني كل يوم عارفه تمرين عشان الخطة بتاعته انت اعترفت انا متخذ مصر انه مستحيل طب انا عارف هيا بعدين نقطة يبقى منفعش هو على راسي كمدرب في الدور المصري او في اي نادي مندرب كبير ومحترق طبعا جدا لكن هل هو وانتوا بتدرسوا على الترابيزة يصلح ان هو يمسك منطقة مصر في الفترة دي تمام ونعم بقى على الستراتيجي اللي انت حاططها الستراتيجي الايه ستة عشرين تمانية عشرين تلاتين انت ببصها لو قدام بقى لو ببصها تحت الاجلة انت عايز واحد يقضي يسخط والنفسي وتق وتمام او يجيب واحد اجنبي لكن واحد اللي بتدي من تحت او لاب اه المساء اللي بديه كل يوم يديد شام 2012 جابوه في فرنسا الجمهور سرخ قاللك مالوش فيها ومدرب مش جايد وبتاع خسر كاس العالم 2014 بأداء هزيل جدا يورو 2016 في فرنسا على ما لعبه بيخسر نهاية البطولة قدام البرتغال وبعد ست سنين بياخد كاس العالم 2018 انت بتقوله ده بالضبط هو انت وانت قاعد عالترابيزة انت ما جبت كابتن هاب جليل اتفقته على ايه احنا كمجتمع كهارو انا ما عرفش انت اتفقت عليه انت تعرف هو مطيف على كم سنة انت تعرف تعرف التارجل بتاعه ايه يعني النهاردة ما ميجي او انا النهاردة بعمل اخد بحياخد بوناسة هياخد فلوس عليه اللي هو يبقى مدرب بحياخد مصر وفرقة كمان كان سايته يعني امسك الاتنين ولا التارجل كان ايه عشان كهر دلوقتي فتاة ضرب هو انت انت black اتفقتوا عليه او انت ارتفقتوا هاي هو اللوئته انت بتاعتuna Victor هو احنا اتفقان عليك اما انتبه انتت掘قل انت اتفقان عليها والطرجل بتاعك ماذا ينادر مفيش هوموا ما اتفعوش على حاجة هو ده ينفع وما فيش خطة طب وده ينفع طبعا ما ينفعش وبعد كده ما تيجي النهاردة الراجل بقى الغلبان المصري ده اللي قاعد يتراجع على المنتخب بلد الناس المسؤولة دي مش ومفروض تتحاسم لازم تتحاسم طيب انا سألتوا سألتوا فين الخطة يعني قولين الخطة كده اللي تعادتوا فيها اللي انت عرضتها على إيهاب جلال او الكابتن إيهاب جلال هو اللي عرضها عليك يعني فيه حاجة كده اكيد اتعرضت طبعا فيه حاجة ولا مفيش مفيش ايوه طب اللي مفيش ما يبقى مطعم مقالوش والله دعوة برئيس تحدي الكور ايه الاختيار غلط ايه اللي بيختار غلط صدقني هي القصة في الاختيار مش قصة ان انت جايب انت بتلوم واحد يعني انا قاسف انت انا بشفق عليه يعني بكل ما بسمع انا بشفق عليه ان هو بيقول الكلام هو تحت ضغط هو غالبا ما بيعرفش يهدل تحت الضغط ما معرفش وايدو بليه بردو ان كابتن إيهاب جلال ما عرفش يشتغل تحت ضغط خالص وحتى تصرحاته يعني عارف كم فيه ناس متعطفة قوي وبقى كامل راحت ايه رجأت شوية خططين اللوار الاعلام برضو فن خلي بالك يا عم الكلام فن ازاي طعف تتكلم لا وعلى فكرة مش شرط انت كمسؤول انك تطلع تتكلم معندك منصور علمي بزح وقت عمره موجود في تحدي بكل صح على المدير اه ولي العطار مش ولي العطار لا الحالين هم عاييرون اول ما جاءهم ولي العطار متحدس رسم ومشكلة ولي العطار نفسه ما بتكلمش ايه دي برضو بحاجات اللي تتجننك يا انت سمعت ولي العطار الفتر الفادي كلها المتحدس الرسمي ما بتكلمش بس انا سمعت حاج غريب واكيد انت سمعت ان الناس اللي بتفهم في الكورة او كتن العيب بتكوره قالوا لأ على كبت الهاب جلالاً ده الذي أني وصل لي آآي فخص التاختير ناً عايزة أفهم إما أنت شاهد ص rereأتم مناسب هات تاريخ مصر كلها أو تاريخ المنتخب مصر وشوف اللي مسكو مصريين، اللي مسكو منتخب مصر كانوا وغدين أكيد بوظهراتنا أندية كان عارفين الإحساس بتاع ضغط بتاع الجمهور كان عارفين إحساس التراشر بتاع الإعلام فهيه واحد يستحمل، واحد لا هاتل تاريخ كله، هتلاقي كابن الجهري، هتلاقي إياه كابن صالح الإسماعيل، هتلاقي في كل واحد مهامين في مصر؟ محسن صالح مين مدرب مصري خد بطولات ممكن يبقى موجود لمنتخب مصر؟ أوه أنت قتلت كل الكوادر اللي ممكن تبنيها أوه أنت أصلاً بتبني كوادر، أنت أبتبنيش كوادر أنت نهاردة الناس كلها بتتأمر تاخد تاني، تاخد كم وإنت سايبت حد الكورة، أنت عام، أنت واخد أصلاً لايسنس ولا لأ؟ مم أنت واخد تعرف أنت هتفيد البناء ده من اللي بتدربه مم والأصلاً علم على فكرة، أنت فيه 30 واحد في الملعب عندك ألبهم بمموت كده وإنت بتبرانهم طيب، بتبرانهم دي فيه علم شغالبي فيه الهارت بيتس أنت بتشوفها، فيه حد هتطب عندك هتعرف هتحامل معه إيه فهي أصلي العضلات نفسها برا إيه أنا اللي عرفوا أن فيه ناس تروع صحيح منهم تطلع الجبل وتنزل فيه بقى بتاع 90 فمية من المدربين مصر يطلعوا الجبل ساعة 10 الصبح و ساعة 10 طب هل ده ماشي مع الفكر الجديد؟ بيحصل كده برا، ساعتش كده برا، فهيه صحب أن أنت تستابلش أنت بتختارها على الأساسية، أنت عايز تقول أنت بتختارها على الأساسية ايو، أنا مش فاهم، أنا مش فاهم، السمعة طيبة، طبعا، لا أما فيش كده، في حاجة اسمها أن أنت بتنظم الكورة في مصر كل نادي يازم يكون عنده واحد، اتنين، اتنين، اتربعة، زي ما أنت حطيت ترابيتي سعب في المدشاط عشان حصل كارسة، لأ أنت غازم النهاردة تحط الجيفيكس بتاعتك، وازم تدرس إزاي الفتنس بتاعتك عامل إزاي، وكل نادي يازم يشترك في الأحساب بتاعت فرقة بتاعته لأن كل ده، أنت مفروض كنادي، تدي بقى حسابتك للإتحاد الكورة، عشان إتحاد الكورة بطيدي يدرس، وقاعد فاضي، ماروش حاجة، فاهمها زي؟ مش إن أرى النهاردة لسه، خد بقى، خلي بقى القصة دي حاصلت، اللي كان في شهر أربعة بتهاري، والمتشاط كان في شهر ستة، اللي هو ده، قال لك لسه بدري ناوش شهرين لسه أنا خلص من صباحة كده كم؟ لأ، كان أولا، أنا أسف كده، كان أولا أن أنت توقع وتشوف المنتخب المصر عامل إزاي، وجهات المحالين بتوقعك، وبص عليهم كويس، عشان تبني اللي جاي، مش عارف لأي بنيادة من هو يتدرب المنتخب المصر، لازم تدي له اهتمامه، صحيح؟ صحيح؟ يا أخي بص على 2001، بص على 2001، انت عايز تبني بقى من ستة وعشرين، صح؟ تعال هابت على 2001، كابتن شغري، تعال، عندك مين كويس؟ يا كابتن محمود جيبر، عندك مين كويس؟ أحكاز؟ طبعا أسألك، أنت قتلني النقطة مهمة أولا، منتخبات الناشئين وفرق الناشئين، أه، كذب آخر مرة يمتزعين؟ مش عارف، سيباك ما اللي اتعملت في مصر بتاعت رمضان؟ مش عارف، بس لا في الأهم، هو اختيار المدربين للفرق الناشئين والمنتخبات الناشئين، المفروض يتم اختيار المدربين دول إزاي، عشان إحنا العادي بتاعنا أو اللي أنا فهمه، إنه دائما إنت لو إنت لعب لسه معتزل، فالتكريم بتاعك هتاخد فرق الناشئين، واتخلص عليها، بالزبط، طب وينفع، أنا أكرمك، وحطك على راسي أما تخلص كورة، وتروح تديني شهادة، عشان عارف هفيدل نادي اللعيبة بتاعتك، الصغيرة، فأنا هلعيب كورة، اللي دربني كان قبلها بجلين أو كذا، صح؟ انت دهار ده محد يبطل كورة، ما إنت هتدينه لتكريم بتاعه، هيمسك ثلاثين أقلات صغيرة، هاهمهم إيه؟ هاهمل نفس اللي عمله الرجل اللي عام فيه هو صغير، بالزبط، فأنا أقدم بقى، فأنا أولا هيحاول أنه يعمل الحاجات اللي تعليمها في آخر، وهو بيخلص، صح، ولا ده صح، ولا ده صح، وهكي أهم حاجة في الدنيا، إزاي تعرف تطلع النشس، ده أعمل في الأول، حلو؟ أنا تفقلت شوية، أما كان فيه أكاديميات بتاعت تفتح، لأن الأكاديميات كانت إيه؟ فيها تطش كده علم شوي، لأنه بيحبوا بقى يحطوا بشأن إيه الهيجين يعني إيه؟ يعني إيه النيوتوريشن يعني إيه؟ يعني التغذية، كانت باينة سنة فيه أمل، وعاكده قلبت مرة واحدة كوميرشل وتجاري رهيب في بقية العملية فلوس بس، فمائة الأمل برضو، فأنت عملا، طبعا أنت غازم كبير، تشوف قطاعات النشين عاملة إزاي، وتصقف الناس، وقعيب أن أنت تصقف، أنت عفكرة عشان تتحرك من العربية الوقفة دي، لو قدام، تازم تصقف نفسك، لو تتعلم، بسم الله الرحمن الرحيم تتعلم، علم، وتنسى أن أنت متعلم لأنت مش متعلم، أيوة، أنت مش متعلم، أنت ما تعملش فيها لأنت مش متعلم، متأخر، أنا آسف، آآ يعني أنا توصل متأخر جدا في التعليم، التعليم ده تطور كل شوية، إحنا كلنا بنتعلم كل يوم، المفروض، أنا بيوضح تلام على بلاكس، أنا بسعدني، أنا بفراجة على براضي، يا سيبي، والله، أنا الواحد زهل، يعني زهل ده فيه كارس، زهل مكتبت فرج على فرعة اللي إنت بتحبها قوي، منتخب مصري بقى، وبيبيتحام، بتحصل في الكورية، النهاردة مباركة هتوحشه كمان، لا، إيه، إنت فاكر إنت تطلع كوريا في تشاك، إنت بعد ما تخلص دي، راح وطالع على السفر ده كله، وحيس تكسب بفرقة أصلا فرش، وزي الفل قدام، وبتلقى بكورة حلوة وسريعة، وإنت لسه أصلا مش حافة ترعب إزاي، ربنا قرمك بربعة بس، بالحمد لله، أخو قالك بربعة فرص بربعة، بالحمد لله، إنه ما لجهش ست فرص ولا سبع فرص، كان يجوه ستة أو سبع، وبعد كده، كل واحد في المنظومة، اللعيبة ليه دور؟ خلي بالك أنه مش هتقعد ترمي لكل الحملة عتحد الكورة، وكابتول إياه، ونروح اللعيبة، منها فكرة بكرة يكون الأوف دي بتاع المداري، وبتاع كل حلوة، اللعيبة في مصر، الجملة الشهيرة بتاعتنا، أنا بقولها بصراحة، طب، نها عندنا مشكلة كوالتي، إنه اللعيبة في مصر، كونسستنسي، أه استمرارية، 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 القوالتي موجودة، بس مطش وعشة لا، آه، ما هي دي استمرارية، ما هي استمرارية تيجي منين؟ آه، فيش كده. انت عايز تقسم على حد تروح وقف على الميزان. ده انا ده من السبعينات. فانا حبيبت ابتعالي وقف على الميزان. انا شفت الحاجات برضو مش مفهومة. احاجات سبعينات تمينات. طبعا. فلو انت عايز تصلح لقسم تصلح اللي حوالين اتحاد الكورة الاول. مش اتحاد الكورة. اللي بيختار. انت بتختار عزاسي انت لبسينا. سوري ناسف انت لبس كل اللي احنا فيه ده عشان انت اختارت غلط. اه. اللي انت كان عندك صوت وديته. او انت زكيت. انت باعتردتش بقولتش لا ده ما ينفعش. اه. صحيح المسان? صحيح. طيب. يبقى احنا كلنا مشتركين في القصة ايه. عشان تتحل. لازم انت الناس دي كلها تفهم يعنيه كورة تفهم يعنيه علم تفهم كل ده نستقر. او مش كل الناس دي تختار. الله ينور عليك. اه. معنى مش يعني. يعني. يعني اللا قرى بيع. اه. لكن انت وصلت لقاع. يعني عارف قاع البحر انت عشان تطلع. هتاك شوية وقت. لسه بكمين هذا الحوار الممتع جدا جدا. مع رسال نادر شوقي. وقيل اللاعبين واحد من اهم الرياضيين في الكرة المصرية في السنوات الاخيرة بعد الفاصل. اشوف. اشوف. دعنا بحراتكم مرأة وقال رسالة مش عارفة نادر شوقي. طيب. عزقك لبيتسوم سيماني. راحل علي النادي الاهلي. رأيك ايف رحيل بيتسوم سيماني. والظروف اللي احاطت برحيل بيتسوم سيماني. كان متعقق ان هو يمشي. يعني حاجة منطقية جدا. انت خلصت افريقيا خلاص. ربنا مغفقش فيها. انت البيت الوحيدة لدوري بتاعها هيخلص تلاتين تمانية. اي مدرف في الدنيا. هيكون حبب ان هو يحضر بي سيزن مع افريده. فاعتقد ان هو كان متعقق جدا ان هو يمشي دولا. عشان ده التوقيدي اللي هو يعرف يمضي فيه معفرقة تاني. طب. لو استنى التلاتين تمانية مش هيمضي معفرقة. لا يمضي مع مين. هيكون خلاص كله بدأ. السنة بقى اللي هيعمل اللي بعدها. او السنة اللي بعدها او اللي. اه. بس انا كان متوقع يعني. كان متوقع جدا. اعطاك ان هو حتى لو كان كسب كان هيمشي. كان هيمشي. بقرار. بقرار. بقرار هو طبعا. طبعا بقرار هو. ده ده وجهة نظري برضو. طبعا. ده وجهة نظري بقرار. سيبك ان هي فين ممكن كان يحصل امتى يا لما انا مش مسؤول انا معرفش. بس اللي انا كنت شايفه. ام. واي حد في مصر شايفه ان خلاص علاقة كانت خلاص بتنتهي. ام. بتنتهي بقى بعد السيزن ما يخلص بعد افريقا ما تخلص بس يبنا انتك. ام. فهو اكيد دفنت لي هو اللي اختار. فيه لعيبة كتير. لكن مش مصلحة الاهلي ان هو يمشي اللوقتي. فيه لعيبة كتير مع بيتسو موسيماني ما خدتش فرص. يعني كهرباء. قليل باتجي. السنادي ميكي سوني. حسام حسن. ام. 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 حمام محمود حتى لما رجع من الاصابة. فيه لعيبة كتير كانت مميزة والاهلي شايفها انها هتفيده. وما قدرش الاهلي يستفيد من اللعيبة دي بسبب بيتسو موسيماني. او بسبب عدم اقتناع بيتسو موسيماني. بس اقولك حاجة عشان بس برضو دي نقطة مهمة. ام. ام. ارائل جيه واخد بطولات. ايوة. ايوة. افراص دك لعيبة جديدة. مش شايف. ايوة. مش شايف حد هو رح ملماعه او. ام. لكن هو العمل اللي الناس كلها بتعمله وما تيجي النادي العلي. بياخد بطولات. ام. كويس. اه هتسألنا انا كنادر مين اللي تاني اللي مضرور من الفراء دلوت او فسخة او النادي العلي. مليون في المية. ام. مليون في المية. لان النادي العلي بعد اخدش انه كان مخطط انه هو يماشي. وإلا تلاقي النادي العلي دائما بيكون حاضر. دائما بيكون مسبب. جاهز بهم دارك. جاهز بهم دارك. صح. فبالتالي حاضر كابتان سامة وانا طبعا بادعم كابتان سامة صان جدا حبيبي وراجل مخترم جدا وقدم مسؤولية طبعا. ام. فما تقدرش تروح الراح جاي على مش 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 مجال نحن روح نجيبها هل هو طلع ناس او قضى على ناس ان اي مدرف في الدنيا بديه ضحايا. ام. طبع ما جاب بطولات. بص طبع ما داخل النادي العلي. وبعدين في نقطة مهمة. انا ليه بقى بكلم معك في القصة دي. ان انت لو انت راج شاوي. ايه. وشايف بيتس المسيماني بياخد بطولات. ده صرف. بس. ايه. صرف جايب من. اقول. انت ليه مش موجود في النادي العلي. ازاي الحل لوقتي مش موجود في النادي العلي. طيب. عايز سألك لو انت مدير رياضي في النادي. ام. وبتبص بقى بتقيم مدير فني. الجماهير بالنسبة لبيتس المسيماني اعظم حاجة في الكون عشان بياخد بطولات. طبعا. 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 بس موضوع انه لعيبة هو اللي بيطلبها وما بيشاركهاش. لعيبة زي ما ان بتقول انه اه. ما بيتطورش اللعيب او ما شوفش اللعيب نور معاه. اه. في تفاصيل كده في الكورة. في كفلوس حتى او كماركت او بيع او الشراء او حاجات. انت ممكن تحسب عليها لمدير الفني. لو انت مدير رياضي. هل بيتس المسيماني في الحاجات التانية غير بطولات. كان كفك. تاني. ارجع اقول لك. هو دخل زي اي حد تاني دخل النادي الاهلي. واخد بطولات. ام. في فرق. في واحد بيضيف للنادي الاهلي. ام. كايز. وده قليلا ما بيحصل. ام. ام. من المدرب. هو اضاف في النادي الاهلي اه? اه لا ما اضافش. ما اضافش. لأ انا مش شايف ان هو اضاف. هو عمل العادي اللي في النادي الاهلي انت بتا rationale بطولات. ايوه. كايز الكارسة بتاعته لو انه وما كانش حصيت واني بتاقيد نتكلم في بعد مع بعض انه لوه ما كانش اخر بطولات. اه. بس هو اخي بطولات له بقى سبيع خطو. ام. كايز فبالتالي مقدرش أقول انه هو اخفق في المهمها بتاعته. ام. هو ما كملش هو. ما جددش اتمنوم هو معرفش يكوب مع الروح بت ما عارفش يجأ يبقى تقريباً دي طبيعة شخصية خلي بقى لك انت ممكن تكون خراش بقى تعايز تهدى ومش عايز ضغطه كم ده كله في واحد يمشي زي ما انه زي معك بيعلي عليك كل شوية كشخصية وكبطولات وفي واحد لا انا اكتفد انا ايه ده انا كده اللي هنا كله اخدت بتقدي سلام عليكم السلام هو استغرب حتى هو استغرب في تصريحاته اللي قالها الصعب في جنوب افريقيا انه انا في سانداونز كنت اسطورة في الاهلي الناس الحال الواتي مش عايزين يتعاملوا معنا اسطورة بكل بطولات اللي اخدتها بس هو المشكلة عند بيت سمو سماني ايه انه في سانداونز لما ياخد بطولة هيبقى اسطورة فعلا بطولة افريقية لكن في النادي الاهلي انت محتاج كل سنة اربع خمس بطولات عشان تبقى اسطورة والناس هتفكر كمان تخليك اسطورة ده فرق الشاسي عندما بين النادي الاهلي هو سانداونز وده لازم يكون فاهمه هو شكله ما كنتشفه يعني اعتقد ان هو فهمه عشان كده مش اعتقد ان هو فهم ان هو مطلوب منه ومن ساعة ما يدخل النادي الاهلي لغاية اماره من النادي الاهلي هو لازم ياخد بطولات كلها يسحى من النوم ييبقى بطولات فبالتالي الرجاء ما استحملش الضغط وكان باين قوي من تصريحاته عشان كان ولك هو اللي ماشي وانا اعتقد ان انا يعني احساس الدخين هو كان مخطط القصة دي بالقوية خالصة يعني ما كانش ما تعمدش في يوم ولله ما حدش هيسيب شكريتانا كويسة في نادي كبير زي نادي الاهلي ما راحت ما حدش هامكه مستحيل لا 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 ما بتحصلش يعني اكيد عنده حاجة لا طبعا طبعا ايه انت تعيبت المتضغطة فهتاخد اجازة من تنفس الموصل فانا بتهيقل انا كندا او لينستك بتاع احساسي يعني لأ كان موضوع متخطط يعني لابا مني جاء فكرة يعني فيه اتفاق بحد الزعلام التاني زي ما انتو شفت الاحترام يعني فاهم بس تاني زي ارجع بقى مواصلتك بتاعت الادارة ومدير الاداري ومدير الرياضي خيباك النادي الاهلي حافظ على لعيبة كلها بغض النظر هو عايز يلاقي مين ولا لعيبش مين وده دور النادي الاهلي ان انت مقتنع بمهيبة معينة انا حصبر عليها زي محمد محمود مثلا انا كنت موجود محمد محمود راجل ممشيش فبالتالي لأ انا كنادي الاهلي شايف ان محمد محمود مفيد للنادي الاهلي في الفترة الخمس سنين اللي جاي فهجددله لعيب ملقابش دي مش بتاعتي كالبارة بس الاسد او المنتج ده بتاعي هبيعه بقى عمله لزي ما نعيز فهو ده ده المدير الرياضي بيحافظ على الكامل حسام حسن برده بس خيباك يعني انت ما تباش تحكم برده على حسام حسن لسه في النادي الاهلي خيباك تاني لنادي الاهلي تشيرت تقيل مش اي حد يشتغل بره اشتغل جوك لازم تبع رفيا ما ناس الابس والتشيرت نادي الحلي هم مقدروش يسده مع تشيرت نادي الاهلي فالفرصة جاية 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 لكل الاهلي اه طبعا اه اعطاكم ان الفرصة جاية 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 محمد محمود كاب يفكر يمشي لا امره فكر يمشي بالعكس ما عبيد شبوس يمشي امره امره فكر لأ 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 خالص يعني عصب من باب انه عايز يلعب وياخد فرصة وبتاع محمد محمود باس هالصابها كريم بيروح النادي الاهلي كعيس يتمرن ويتغدى ومش اعرف ان الناس يباد في النادي الاهلي فهو من الناس اللي يعني لا ما بيحبش فالمناس اللي اشرف تكارت حاجة دلوقتي فضل وانا بقول الخبر يومها علقت عليه فحقول هالك دلوقتي محمد محمود وقع على بياد تجديد التعاقد على بياد فعال اه طب طب ممكن ساكسو هالك انا بحب انه عقلك المواد المفتوح يعني هو يعني اعلى بياد عشان جملة دي دايما انا بحبها اعلميا وصحفيا وبتبقى فيها جملة جماهرية بس انا راجب باشتغل في النادي الاهلي فباشتغل فهي يقول لي والله هتاكد الف جنيه في الشهر هتاكد الف جنيه في الموسم هقول له هتا بعيزهم الف ونص او هوافق على الف جنيه طب يعني مثلا يعني بس فكرة على بياد دي انا ما بفهماش في اي شغلانا مش لعب الكرة بس هو انت سألتني سؤال صح اه وانا قلتلك ايه على بياد خلاص انت تتعرفع ان انا بمضي على بعض لا ايوة كده بقى اصلا 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 انا النادي الوحيد الوحيد اللي يمضي فيها اصلا اه بس ماتفق على ارقام طبيعي يعني هو بس مضي على ارقام عشان انت وصك في النادي الاهدي ووصك في كلمة النادي الاهدي يعني خبرات المتراكم هو في عنديك جديدة محترمة جدا 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 بس لسه يعني ما اتغسناش بعد يعني لسه محترمة جدا لكن لازم احط كل حكا في العالم لكن النادي الانا باتفق بحط الارقام بينك على جنب كده وبأملوها انتو اصلا بأملوها انتو بس ده كلام منطقي اه طبع اعرف لي عشان، أنا على فكرة سعيدتها ما انتoundedاش محمد محمود ولا للتصفقة ولا الeffectPER vl. محمود كونوا أن هو يقد مع النادي الأهلي وحتى هو لسه ما بيشاركش دوبروتي فدا هو مكانا envying إن النادي الأهلي چلجمت وده بقون محمود أقول لك هو ما تتسجلش من حمد محمود واحدة، أنا لن خرى بقى LIVE هو بس يـيجي من المش躯 خرى بقى يعني حتى... نحن scenario مشكلة تانية في كانت ومرنا وبسident ما عندكش وقت الــ ما عندهش انت بقى عندك مكتوى انا شايني واحد عنده اتنين وعشرين سنة واحد وعشرين سنة ناشئ ناشئ ازاي ده ده ممكن يكون مخلف ومتجوز وكلها الناشئ ازاي يعني جبتي ناشئ من اين فاهم الفين واحد اللي انا بقول لك عليهم دول مفهول خلاص اتخرجوا ودول مفهول متجوزين تمام فلا ناشئ ترجعتش تبقى مع محمد عليم؟ اه 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 ايه رايك في محمد علي الفتر اخير محاق الاني بارتو استمراريه خلاك هو اه هو استمراريه سعد بيبقى جيمة جدا وسعد بيبقى في افريسا اه استمراريه لكن هو على ايه بقيت بس اوه محمد هي هي دي النقطة اول ناس حطوه في الحتة هو في الحتة بتاعت انت ها انت ريسا مجيبش اخرك هي دي طب انت هجيب اخرك امتا فاهم او يعني فاهم او هي دي انت انا المرة اللي انا قلت ان محمد هاني مشكلتي معاه انه مفيش باكرايت في مصر وانت دي فورستة انت فكرتك بحاجة جميلة جدا هموا نهارده فى منتخم مصر اللى انت مصر مصر اللى فيها 200 مليون دى فهي اه 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 افكرايت مين اللي كان باكرايت النهاردة اه اه كان شو أيه اعمار جابرة اعمار كمان عبدرواحد طيب اعم اعمار كمان واحد عشان acuture معتدومش بكرايت فلاعبوه for Apa العبوه فالبلاعبو بكرايت اه 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 انت منتخم مصر بقى اللى فيها الممات ماه احده تشتجيه بكر وايت ولا اكلفت انت حبه اصدمك باكلفت طب انت أحب أصدمك بس عشان انت بس في حتة كنت بتكلم لا باكلفت ايوه دا فكرتيني بس دا انا أصدمك بالليد تفكرتين اه بيه دا اتعايف مين اخر باكرايت جي في مصر اه احمد فاتحي ولا ايه صح ابراهيم حاسر ابراهيم حاسر شاهمد فاتح حاسر مش مركزه باكرايت ايو كان صح اسلام شاطر بردو بس اسلام شاطر مداش منتخب مصر كتير بس كان باكرايت بس اخر واحد صح صح باكرايت ابراهيم حاسر طب في اتخيب باكرايت بقى دي بقى كمين تجيب لي بقى ريسة على الكور اه انت بتعمل ايه بقى طب انت فين باكرايت ريسة انت عايز ايه بقى البيوزي عفكري هو دا اللي بيخاطر هو دا هو دا اللي بيبص على كل المنظومة بتاعت كور انا النهاردة عندي كم ناس في باكرايت عندي كم عشان انا اعرف اوصلا لستة وعشرين دي واعمل اي حاجة غير التمثيل المشرف اللي انا يعني كلنا حنروح حوليسة تمثيل مشرف شغل لازم تخطط لها تعمل ايه لستة وعشرين لأ فكرك هتلاقي النغمة كلها شغالة كده بس سيبك من النغمة احنا هنعمل ايه فين بقى محمد هاني من الباكرايت في مصر دلوقتي انا عندي انا لعب كنت بتنشر جدا ان انا بقى لعب كبير افضل باكرايت في مصر وخلاف وهو اتأخر كتير لدرجة انه الجملة الشغيرة اللي انت بتسمعها وبتقرها على السوشال ميديا دايما هو محمد هاني يا جماعة يفضل لعب صد انا بسمعها كتير هو مطالب ان هو يثبت لناس لعاكس انا عافنا هو لعب كواس جدا اعرف بس هو محتاج ثقة زيادة في نفس ومحتاج التاني الاستمرارية هتلاقي هاني ساعة بيعي لعب بتصوت جاملة جدا هي استمرارية لدرجة لانا قلت يا بريكي محمد هاني لعب كاس عامل لانده بيضعب بمستوى العالمي بس ايو 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 يعني في الاتنين كاس عامل لانده وراء بعض كان احسن لعب في الهاتف لا او مضحاتش يادرينكي نورايب كويس مطبع لك انا مشوفها بمصلا ماطس الأخراني بتاع الفان اتلوه كلو عشان غلطة بتاعت البداية اللي هي اصلا غلطة مين بقى يعني ده هي اصلا مش الكورة بقى مش الماطش اصلا اللي هو مش الجول ده هو الماطش اللي تلعب في المرغب ده غلطة مين غلطة مين انت شايف غلطة مين اتحاد الكورة طيب اولا افكا اتحاد الكورة بيمثل بكورة مصرية انت النهار ده سيبك بابا ان الاهلي وان انا هقاللك اهلاوي وبدأ فعل لا انا لماش دعوه هلاقي دعوه بصمت مصرف سأزن كون قوي قوي دي معناها ان انا ما ينفعش هو الجواب تخبى ولا ما تقراش ام اخباك ان انت عندك سلوى هنا في البلد او في الكورة ام انت بتيجي تبعت مثلا فاكس زي انا فضلات لسه في فاكسات بتتبعت مفيش اميليات في لسه فاكسات تقعيص الفاكس بيتخب ده عفكرة ده في فاكس جيه او فاكس موجود عشان تخبيه يعني هو ده المبدأ في الالباية المصرية ام تبعت فاكس عشان الواحد يخبيه فمعرفش بقى الورقة دي جات فتخبت بايد فوقت بقى اللي هو نفس الوراسة فهيتخبت عشان ما تشافتش ولا هتخبت عشان حاجة تانية ام صحيح مين مدرب العلي اللي جاي والله ام اكيد الطلب انا عز ولك حاجة بصراحة اه طلب معنية ايه الطلب منك ايه 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 انا بيسه انا بيسه ولك حاجة انا في حاجة تبقى بقى مش في الندلقى ايه ولا اجيب مدرب ولا اجيب العيد من برا مش بتاعتي ولا مدرب اه انا اقول رأيي بس لو تسأل ما هي دي النقطة انا اقول رأيي لو تسألت انا عارف انو الناس تحترمك في الندلقى وانت تحترم النادلقى بالعكس لا شرف لها طبعا فلما هيقولك والله مش هلت اللي لازم تجيبه بس مين المدرب اللي انت شايفه مناسب هتقوله والله شوف دوت ودوت هقول رأيك قرت رأيك اقول لها ما تسألتش لسه ما تسألتش طبعا طبعا بس كابتن سامو مصنم اعتقد ان هو خريفة ليل وكابتن محمد يوسك فوق كده وفي الحتة دي هايس ان سامو ممكن يكمل هو انا اللي عارفه بقى انه هتفاجئ بالمعلومة دي كابتن سامو ان انا عارف ان هو مرض عليه شغيرنا في فقر الله انت عارف الوضع وانا هتفاجئ لا قديم انا ورزا اه 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 هي فرصة كويسة دي صراحة هو يستعل كل خير يعني ان ديبانز لو الاهل هجيب مدربك نبي ولا لا هو اعتقد ان هو استاهه يعني وفي قول يبتدي يوري نفسه للناس احنا عايزين الكوادر دي عايزين الناس تمسك منتخب بولمبي عايزين الناس اقول لك مش عشان محمد شاوي انا علاقتي بيه كويسة بس محمد شاوي من الناس اللي اشتغلت مع كابتان شاوي غريب صح؟ في المتخب بولمبي وبتاقي اشتغل تاني وبعكي اشتغل مع كيروش وبعكي اشتغل مع كابتان هاب جلال انا بقى كمنظومة في تحالي الكورة هو انا بقاهل شاوي الايه؟ عشان انا بحبه صاحبي ولا بقاهله عشان يمسك شاوي اخد رخص وكده؟ هو اونلاين بحاجة خليبك انا معرفش بس انا بديله الاكسبرينيس دي كلها ليه؟ عشان يمسك حاجة ايوه؟ او يمسك متخب او امبي ده مش عيب او ازالهم اجيه مسك ريال مدريد ده مسكوي ايه في الاول؟ اه طبعا بس الفكرة في ايه؟ هولي لازم المدرب يبقى كاسر الخمسين عشان نبدأ نقول انه مدرب كبير كل يوم كل لأ طبعا هم احبش انا ما بحبش لا تقايم الكبير انه اطلع بره مش عايزينك ولا تقايم الصغير انه اطلع بره مش عايزينك انت شوف الكفاءة يعني اللي عنده سبعين سنة اهلنا سنة يشتهل مواكاله سكيلوش عنده سبعين سنة بقوله يلا تعالى عايزينك تاني اه 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 انا مقصودش السن بس اقصد انه احنا بقى ضروري عندنا اللي لازم تعدى الخمسين عشان نقول عليك مدرب شاب اللي بتجوز وعنده يال عنده واحد وعشرين سنة اتنين وعشرين سنة شاب وعنده المسابعة بتاعته اللي انت اصلا مش عارف تنظامها اللي انت اصلا بتطلع يعني انت شوفت سنة فاتت نالوي زماية الكزمة مسلا تسعة وتسعين محدش عارف مين اللي كذبان وحد غاد دلوقتي محدش عارف مين اللي كذبان مش هيتعلم بقى بالغلط بتاع اللي حتى كان مجلس مختلف طب المجلس ده بقى 2005 بتوقع اللي اتحاد السكداري وبتوقع نفس القصة برضا انت هتطلع ناشة عامل ازاي جابي جابي عنده سبعتاشر سنة واحد من اهم مواهب في اوروبا بلاعب برشلونة ده ناشي ده ناشي انت عارف ان انت اكتر بلد مفهود تعتمد على الولادة الصغارين عشان تصدر انت عارف انت مفهود تجيب حتى الافارقة بتاعتك من افريقية صغارين عشان تعرفت ربيهم عندك وتبيع انت عارف انت موقعك ده اهم حاجة في الدنيا بالنسبة لك انت لازم تكسب بس باش هتخسر عشان موقعك ده بيكسبك بس ما تخسرش ما يفعش تخسر انت ليه عمان تخسر؟ ليه بيجيب العبادة غالية ليه سوري محترامي سوري في ناس بتيجيب ملايين ملايين من الدورة الانجليزية على هنا انت لازم تجيب من جوه تجيب من الافروق يا نفسها اي هتلاقي اي ساكساس او اي نجاح لافروقي في مصر يا كريم هتلاقيه من جوه افروق واغيره اه 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 انا بكلم على فيرسي بكلم على غيره ممكن يكون اه ده شايفوا انه هو لكن المدارك بيطلب حد ما يفعش طوله فهما وفنالي كبير فهما انت جايب واحد بيقع في دولة الانجليزية فبالتالي حيضيفلي فانت بتحطه تحت الانجليزية نفسها عشان بس المدارك انت منعته من حاجة لكن ده انجليزية بقى انه فيش حد جيه من بره افريقيا على مصر ونجح مفيش انت عايز واحد جعين طلع يعمل مستقبل بره انت بتعملها العكس انت بتجيب العيب غالي جدا وبقى كابل تمشي برايس وتعد عندك مشكلة ان انت مع افارك قد كده عشان عايز تمشيهم بعد اول سنة عشان عادهم ثلاث سنين فتعدت يبقى عندك مشكلة في فيفا وبعد كده ترجع تدفع دم قلبك كلها غضوت ادريه ينفع بقى ده يتعمل في حتة تعافي السعادية بسم الله ان شاء الله الله اكبر رائعا السعادية انا حضرتها بما طلعت اعملت مش هفكها فيما سابعة الفين وثمانية مش فكر تعال بص بقى دلوقتي مش تطوروا هم بسانات ضوئية يا كريم انت ممكن تتفرج على الدوري فحاس ان هو زي الدوري بتاعك لا ولا هو التصوير زي بتاعك ولا الملعب زي بتاعك ولا المنظومة الادارية زي بتاعتك مفيش اسئول في النادي في السعادية كريم مفهمش يعني ايه قوانين فيفا مفهمش يعني ايه قوانين تعاقد مفهمش يعني ايه ده صح وده غلط في التليفون حتى بيكلمك عارف عارف وعارف ان هو لو عمل حاجة غلط حيتعاقب احمد جاسر رايان مكمل معلقه لي ولا هيوش انت بتسأل اسرائيل برضو غريب لا مش بسألك على الادارة انا بسألك انت احمد جاسر استاني فازد كان حابب انه يخرج مش حابب الزحمة صح لا كان حابب انه هو يقعد بس ما كانش يلاقي ان الفرصة هياخدها مع المسلمين فالطلب انه ياخد فرصة بره ويرجع الاهلي تاني صح؟ هو لسه عنده احساس انه عايز يطلع في اوروبا ولا ممكن يكمل في النادي الاهلي تاني حسب بعبة الاهلي طبعا هقولك هاجا فيش حد يقولي في السينة بتاع ياسر رايان دلوقتي او لسه ما عملش حاجة هقولي الاهلي لأ لان الاهلي محتاج وانت عارف الكلام ده كويس بس اللي حيجي هلعب بقاني يخده وبقاني وعايز ستراكر عامل ازايك ولازم يتحدد ده كويس انها بتحصل دلوقتي لكن احنا الشجاجين لحمة دياسر رايان بره وشهر السنة اللي فاتت ارتبط اسم زيزو بالاهلي ولازم اسمك يجي في النص السنة دي ارتبط اسم اشرف بن شرق بالاهلي واسمك يجي في النص انت شفتني انت يوم صح انت دخلت انت القتاليو بيها صح؟ فيه يوم انا فيه يوم ده كان القتال اه فيه يوم يشوفتك بس دي مش كستي والله انت انا بقولك انت اللي اسمك انت طيب دي حاجة بيني وبينك يا انا لو قلتها دلوقتي هتقول لي انت حاولك لأ اصلاب دائما بقولي ان انا كنت قاعد مع كريم اللي هو بتاعهم كنت قاعد حاجة تانية خالص والله خالص اقول الناس بقى عشان انا ماشي اسمها اللي خبير انا مالا كنت قاعد في قتال ما دخلت لقيت استاذ نادر الشاوي مع وكيل اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي كان وقتها وكان فيه واحد تاني ونجم تقريبا ونجم وفرجاني واشرف بن شرقي كانوا موجودين في القتال مع نادر ووكيله فانا ايه على طول حس الصحف الاعلامي روح تشبك كان ده السنة اللي فاتت اكتر من سنة كمان سنة ونص كمان فانا شبكت ان نادر بيعمل حاجة فانا كنت مع نادر قال لي ده ولا لاي اي حاجة ايه امضي وراء ومش ولا حاجة ايه بس كده فيش اي حاجة خالص ما اعتقدش ان احد فيهم يعني مش اعرف ناس دايما رابطة ان انا دايما بايخوا معين ما حصلتش قبل كده خالص انا خدت حد من ايدي زمايك ودقتنا اتلقى او العكس حتى ايفن لكن النزيزه العيب كبير جدا وعيب محترم جدا وانا مش اعرف فاردو ما لعيبش بداية المصري النهاردة عامة استفهام كبيرة اعتقد نزيزه من اهم العيب اللي موجودين في الدورة المصري مم بس ما تكرنش اسمي بزيزه خالص طبعا اكرنه بعشرف من شاري ولا اشرف من شاري ليه عامة ليه تحت امرهم طبعا طبعا اي حاجة بس ليه شرف ليه طبعا بس لا بفيش عليش عشان تكيل والقال ان شاء الله اكرم خالص بقى اعرف يجيب ايدي اكرم اكبر كتر يوم الحد وقعاد هناك حدد شوية عشان يتعهل وان شاء الله يرجع اقوى ملاول يعني اكرم العيب مخترم جدا. كان في الحز وحش اه 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 وص عشان يعرف بس الناس بتحبه ادي ويعرف هو وصل عشان بس برضو اللي فاته ويرجعه تاني خلا باك انه اكلهم برضو عنا شويتين تلاته من الناس اللي يعني تعبت وانا يعني اعتقد نواحي با برضو نعيب مهمة اوه ماتش العلوي زمالك اللي جاي يوم الحد ده بعد الجاتلاج ده بعد الـ فهمت؟ حتى حتى ايضا التخطيط صح حتى ايضا الماتش بتاعك ان انت بعد ما خلصت السويل فن راح تراحي كوريا عشان ترجع يوم 19 اترعب ماتش القيومة بتاعك صح زي طيب يعني فيش حد بيدرس man jat لك ما فيش حاجة اسمها ان انت النهاردة عندك الطروب في النوم فات simplicity تاخد يومين زيادة عشان تعرف تزبط فيش كلام ده انا شايف ايه يعني امان ماتش عبي حلو ماتش عبي حلو ايو ماتش عبي حلو عارف شو موجود اعرف من ايه لا انت اقريتك يعني ما في النادي اقريهة مش الملاشة الله اعلم بالجيب اتنين عندهم مشاكل حاليا اعتقد يعني حتى ايضا الزمالكة عندهم مشاكل الاهلي الكامستري نفسها لسا مع الكابتن سامي ام صادر اعتقد بس انا انا شايف ان ادلالي اختياره الكابتن سامي بن صام في التوقيت ده بالهدوء ده وان هو عنده ماتش خمة ومش شارع معاه وكابتن خطيب يخش النهاردة ويتكلم مع الناس عارف انت ازاي طرف تدير هاي دي اللي داره معلم بيعرف يدير عارف يعني انت عافك الوحيد اللي ما عافشتك كلام معي خلص هتعطي عالطرابية ما عافشتك كلام معي ما يجيش اي جراءة خلص زيره جراءة ده اللي اللي حقيقة شرفته ونوارت الحارب عاد ممتع كلامه ده والله وما تبقى طبعا الخير لكرة المصريه بس احنا كلنا مسؤولين مفيش حد يرمي بس على رئيس اللي اختاره هو اللي يتحمل المسؤولية وقوانين اللي خلت الناس دي تختار الناس دي لازم كلها تتغير صح وبعد كده اللي بيسي لكرة المصريه هازم يتحاسب احنا جوانا مع بعض ممكن نتفاهم لكن حد بقى يفهم يضحي بيك صحيح شرفت موارت حبيب ده كان نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتم معنا واشوفكم يا رب على الهاتف